طيب تتحدث هلأ بحديثك عم تحكي عن تسوية كبيرة بالمنطقة وين لبنان من هيدا التسوية؟ هو بعده عن نصيف بس هلأ اللي عم يسير بدخول المقاومة أثبتت وجوده يعني برأيك المقاومة ثبتت وجود لبنان على الخريطة الجديدة؟ هيدا درب درب استباقي ما بس ندعم غزة هيدا درب استباقي معلش في بعض العقول بتعرف ما هو مخطط شو برأيك كان مخطط للبنان؟ اللي أقولك عنه تهجير الفلسطينيين ولبنان بدي يكون كمان منصة للغرب لكن أنا بالوحدة واثمانين لا تعرف كيف مخططات تلتعش قبل واحدة واثمانين بيدعيني الله يرحمه محمود حمود كان سفير لبنان بالإمارات وانا حكيت قبل هلا على الغداء جاي مساعدة بريجانسكي كان دبلوماسي صديقه لمحمود حمود ببلجكا جاي على الإمارات عنده محاضرة بزارة الخارجية عزموا على الغداء وعادة سفير لبنان لما بدي عزم شخصية بيعزم وجوه من من الجالي اللبناني أنا كنت كعلمي لأنه كنت بمركزي وقتا كنت بأبضل نحن عم نتغدى وهيك آم واحد بذكر من بيت الغفري سألوا له هيدا شو رأيك بالوضع في لبنان طبتعش قبل 1981 حكا هيك تعطى يعني قبل وجود حزب الله حتى ما في حزب الله ولا في حدا قالوا حتقوم إسرائيل بي قالوا ايه الشعار لي قالوا بريجانسكي باي باي بي قالوا حيتحقق ما هو الكلمة حتقوم إسرائيل بعملية تصل فيها إلى بيروت وحنطلع كل المسلحين الفلسطينيين بحرا وبرا إلى خمس دول ومن بعد ثلاث سنين نبدأ بالحديث عن دولة فلسطينية صغيرة خالية الأنياب بعدين التفت قال عندكم شاب كويس اسمه بشير جميل هيجي رئيس جمهورية ونحن حندعمه بقاعدة بالباترون هيك نفظها طلعنا بعد إسرائيل إسرائيل أمريكاني أمريكاني عم بيحكي طلعنا بعدنا أنه مش عم بيحكي أنا مجنون كان تعافي صورة فلسطينية والدنيا آمنة هذا التهام كثير خطير هذا اللي عم تحكي فيه كثير خطير لما جيت أنا من أبو ظبي إلى بيروت عملت 11 لقاء مع 11 شخصية في لبنان بينتهم أبو إياد وأبو عمار نعم والله يرحمه جورج حاوي بتذكر ومحسين إبراهيم أو غير الـ 11 شبه تهكمه إلا ياسر عرفان لما هلح حكى بالوصائخ أنه في صحفي عربي قطة ورقة له هذا أنا عني أنا إلا ياسر عرفات وقت صفر فيه طلع فيه وسألني وكذا وغلشي طب شو اللي صار بعدين حصل بالضبط و أنا رابع يوم كنت بقي صوت لبنان العربي من بعد ما فاتوا الإسرائيلية وصاروا مشفتش إلا مسلحين بمكتبة صاروا نعم قال الأخ بو إياد ما عاوزك ضروري فرحت أنا خايف تغيران عبدل بفلاحة فكانة فأمس قال لي هيك كان كثير متوتر وعرقان قال لي يا رفي انتي هيك مرة جيت وعملت معي مقابل قلت لي هيك هيك ممكن تعدلي فقلت له وقال لي من الشخص قلت له أنا مبلش كتابي هلا عن نزق فيه قلت له هيك 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 صفان راح وقف على الشباك أخذ سيجارة بعد ما قال ليها مرتين قال لي قال عبيروت قال لي قال عبيروت وحطة حينولوكم بالبواخر وحيصير كذا كذا وحيجي بشير جميع رئيس جمهورية في قاعدة أمريكية بالشمال قال لي إنتي شو رائعك قال لي الدبابات الإسرائيلية صارت بسوفر وديرت ودفعها هيك ونزلت بلش حصار بيروت فهني مخاططوا ونشتغلوا على الروايق لحنا الآن ينين وين نعم اليوم لبنان وين لبنان اليوم هلأ حيكون جزء من التسويب المطه إما بعد حرب تبهي إما بعد حرب كبيرة تتقع وأنا أميال أنها تتقع أكبر وإما إذا صارت مفاجأة أكبر وإذا صارت مفاجأة ونشحت بعض الدبلوماسية الغربية اللي جزء منها ما بده لبنان يصير هيك لأكثر من اعتبار نعم ساعتها أي ممكن نروع على مفاوضات صعبة وقد تكون على إيقاع النار من شيء لألف وسبعمائة وواحد كتير تشير وساعتها بتكون في فرصة لا بتكون في فرصة وأنا معها على فكرة أنا ضد الحرب يعني حتتفاجأ رغم كل الحكي كل هالسيناريو اللي عم تحكينا بس أنا أنا ضد الحرب لأنه بالنهاية لا كمان في وجهة نظر بتقول أنه ما بيتعمر البلد إلا على الدماء بتسويات وبدي أحكيكي شوية تمكن وجدانيات وكل أصحاب الدم اللي بيهضر ما لهم مكان بعدين بالتسويات نعم ودائما بعد الدماء يأتي رجال بربطات عنق وأقلام مزهبة هني اللي بوقعه برأيك مثل ما صار بلبنان وهم اللي بيصيروا بالواجهة مثل ما صار بلبنان وحيصير بلبنان هيك للأسف ترجمة نانسي قنقر